رغم تعهوده بالقضايا على الفساد إلا أن الوقائع تناقض وعود وعهود رئيس الحكومة الحالي محمد السوداني فعلى الرغم من وجود هيئة للنزاهة ولجنة النزاهة النيابية والمحاكمة المختصة بمتابعة الفساد إلا أن كل هذه الجهات لم تستطع القضايا على الفساد وإيقاف عمليات السرقة للمال العام لتنحصر المعالجات الحكومية ضمن نطاق ضيق لم يطر رؤوس الفساد الكبيرة والمحمية حزبيا لجنة نزاهة النيابية أقرت أن ملفات الفاسدين التي يتورط بها مسؤولون متنفذون لم تفتح حتى الآن وأن هناك جهات سياسية دائما ما تتدخل في عمل لجنة النزاهة وما تصريح رئيس جهاز المخابرات السابق رأى جوحي وهو أحد المتهمين بسرقة صفقة القرن من أن تلالا من الأموال هربت بعجلات غير حكومية وأن جماعات مسلحة تقف خلف هذه السرقة إلا دليل على التواطئ الحكومي والتخادم مع الفاسدين بعد خروج هذه الأموال أين ذهبت؟ هذه الأموال نتكلم عن تلال من الأموال خروج هذه الأموال بعجلات غير حكومية نتعلم الفرود من أجل الأمنية أن تبلغ عن هذا الأمر مركز رصد للدراسات السياسية والاستراتيجية أكد من جانبها أن هناك نوعين من الفساد الأول فساد غير محمي وهو ما يقوم به بعض السارقين واللصوص أمنع الثاني فهو فساد مشرعا من قوى سياسية كما حصل في سرقة أموال الضرائب العامة وقضية نور زهير تغول الفساد في مؤسسات الدولة وانتشار قضايا سرقات للمال العام في العراق تمثل ظاهرة مستمرة ومسلسلا طويلا منذ عام 2003 وحتى الآن تورطت بها الحكومات المتعاقبة بكتلها وأحزابها ساهمت كلها بانهيار الاقتصاد ونهب ثروات البلاد